هذا وقد غادر حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى بحفظ الله ورعايته جمهورية مصر العربية الشقيقة هذا اليوم عائدا إلى أرض الوطن وقد بعث حضرة صاحب الجلالة العاهل المفدى برقية شكر وتقدير إلى أخي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية فيما يلنصها فخامة الأخ الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظه الله رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يطيب لنا ونحن نغادر جمهورية مصر العربية الشقيقة بعد مشاركتنا إخواننا أصحاب الجلالة والسمو والفخامة قادة الدول العربية في أعمال القمة العربية في دورتها السادسة والعشرين التي عقدت في ضيافة فخامتكم أن نعرب عن شكرنا العميق وتقديرنا البالغ لفخامتكم وحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيقة على ما قبلنا به والوفد المرافق من حفاوة بالغة وحسن استقبال عكست عمق ومتانة العلاقات المتميزة التي تربط بين بلدينا وشعبين الشقيقين كما يسعدنا أن نعبر عن مشاعر السعادة لمشاركتنا في هذا اللقاء الذي جمعنا بالإخوة أصحاب الجلالة والسمو والفخامة قادة الدول العربية للتشاور وتبادل الرأي حول ما يهم أمتنا العربية من قضايا إن اجتماعنا الذي عقدنا في ضيافة فخامتكم وروح الإخى والصفاء التي سادت وما توصلنا إليه من قرارات قد أكدت ما نحرص عليه جميعا من عزم على العمل معا نحو تحقيق أمال وطموحات شعوبنا في كافة المجالات وإننا إذ نتمنى لجمهورية مصر العربية المزيد من التقدم والازدهار والرخاء واستمرار نعمة الأمن والأمان لندعو الله مخلصين أن يحفظكم ويديم عليكم نعمة الصحة والسعادة ويوفقنا جميعا للعمل العربي المشترك من أجل خير ورفاه شعوبنا وأمتنا العربية والإسلامية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوكم حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين